من أولويات عمل قسم بين الحرمين تقديم الخدمات للزائرين ومن ضمن هذه الخدمات أنه المسروقات والمفقودات ومقتنيات الزائر هذه تكون أمانة عندنا لحين حضور الزائر فمثل ما شفتوا أن هذه الحالة مرت عليها أكثر من سبعة أشهر مجموعة من الأموال تبلغ أربع ملايين وسبعمائة وعشرين ألف دينار عراقي وكمية من المخشلات كبيرة تبلغ أربعمائة وستة غرام من الذهب وعند حضور أصحاب هذه المقتنيات طالبناهم بأنه عائدية وملكية هذه المخشلات والنقود إلىهم وبعد مطابقتها وجدنا ثلاث من الوصولات متطابقة وتوصيات دارة العتبة وسماحة السيد أحمد الصافي دامة عز المتولي الشرعي وبعد الاتصال به وبينا أنه تطابق ثلاث من الوصولات أوعز بتسليم هذه المخشلات والنقود إلى أصحابها الأصليين طبعا نشكر السادة المسؤولين بالعتبة العباسية المقدسة ووقفتهم ويعنا بإعادة أموالنا وما قصروا بهذا الشي وهم يعني كلفناهم أزيد من طاقتهم وهم رجعونا الذهب يعني كامل مكمل ومشكورين على هذه وقفتهم وما ننساهم وتذكر للتاريخ إن شاء الله وأجرهم على أبو عبد الله الحسين ترجمة نانسي قنقر